اهلا وسهلا فيكم من جديد من المواهب والقامات فعلا العلمية الكبيرة اللي بنتشرف فيها في الأردن ومتشرف في صدفتها هون في دنيا دنيا عام المارس دورنا الطبيعي بتسليط الضوء على كل هاي القامات العلمية والمواهب المتميزة فعلا دكتور يزان العكام وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الخلية والبيولوجيا الجزئية بنا نتحدث عن حصول حضرته على براءة اختراع دولية على تطوير أدوية مضابة للميكرو بعد دكتور صباح الخير صباح المرد والله يعطيك العافية الله يعافيك أهلا وسهلا فيك شرفتنا دكتور حضرتك رئيس قسم العلوم الصيدلانية في جامعة الياروك نعم حاليا لو سمحت تحكي لنا عن بداية عشان نعرف كل المشاهدين على حضرتك أكثر على المشوار الأكاديمي لحضرتك أول شيء حاب أشكر قناة رئيس على استضافتهم على اهتمامهم كمان قبل ما أحكي أي شيء إذا أعتبر هذا إنجاز فهو ليس إنجازا فرديا دائما خلف أي شخص هناك عائلة وزوجة وأطفال وهناك جامعات جامعة آركنسو دعمتني وجامعتي أرموك مشكورة دعمتني وهناك أصحاب كمان دعموني فكان هذا نتاج صراحة لأشياء كثيرة وكان بالآخر هو تعب وجهد شخصي بالبداية أنا تم أخذت بنح دراسية من جامعة آركنسو في 2008 ونروح الدراسة الدكتوراه على حساب جامعة آركنسو خلال الفترة هذه الدكتوراه كانت رسالتي منصبة على تحضير الأدوية على شكل الببتيدات نعم بس اتخرجت في 2013 قررت الجامعة أن الرسالة هامة جدا لدرجة أنه منعت نشرها وإلى الآن الرسالة الممنوع نشرها لأنه بيحكوا أنه فيها كثير بوتينشيل أنه تتحول بهذه الفترة إلى أدوية بالمناقشة الدكتوراه تم تعيني بالجامعة كباحث في علوم النانو تكنولوجي في مركز للنانو تكنولوجي في أمريكا كملت شغلي على النانو تكنولوجي وكنت أشتغل مع الأفدية الأمريكية بالإضافة إلى شغلي في تصنيع الأدوية بال2014 روحت إلى أردن وتعينت في جامعة يرموك وظليت على اتصال وشغل مع جامعة آركنسو في صيف السنة الماضية تم الدعوة رسمية إلى الحضور للإشراف على البحث بجامعة أركنسو وتم توقيع براءة الاختراء بهذه الفترة بشهر ثمانية وتم نشر البراءة الاختراء بشهر 2011-2016 نعم جميل جميل جدا يعني مشوار أكاديمي وعلمي يعني نفتخر ومنعتز فيه دكتور ما شاء الله يعني مشوار كتير مهم وين بتحس أنه يعني أهم محطات كانت في هذا المشوار والله هي أهم خطوة أنه أنا لوما أجيت من آركنسو كنت يعني خايف أنه ما يكون في عندنا إحنا باكي قراون بالأردن للريسيرج تفاجأت تفاجأت بشكل مش طبيعي بدون مبالغة يعني الباكي قراون بالإنفرستركتر بالأردن للريسيرج تضاهي أمريكا يا السلام نعم نحن نحن دائما بنعتقد أو في عندنا الفكرة العامة أنه الموهبة المحلية سواء علمية أو موسقية أو رياضية وبغض النظر ممكن تلاقي دعم وممكن تلاقي بيئة حاضنة في دول الغرب أو أمريكا أكثر من أكثر من الأردن هل فعلا هذا الحقي صح؟ هو البيئة الحاضنة تعتمد على الريسيرج بمعنى أنه إذا أنا البحث تابعي بالأخير هو تطبيقي ممكن يتحول إلى منتج هذا ما تشكله البيئة الأمريكية فهو أكيد الناس رح تهضنك أما إذا المنتج تابعك والبحث تابعك غير منتهي بشيء قابل للبيع أو الشراء فبكون مضعك ضعيف بدون مبالغة في السن الماضي للسنة هاي جامعة يارموك دفعت للريسيرج بكلية الصيدة باليرموك 80 ألف دينار قدمنا لصندوق البحث العلمي أنا والريسيرج جروب اللي معي أخذنا 160 ألف دينار موافقة مبدئية قدمنا لعراس بوس بلس في الاتحاد الأوروبي ب940 ألف دينار فأنت بتحكي عن إنفرستركتر أحنا قاعدين نعمل ريسيرج مع الدكتور عبدالله العبالي بخلايا الجدعية نعمل ريسيرج مع الدكتور برهان البس مدير مركز النارون التكنولوجي بجامعة العلوم التكنولوجيا أنا كمان والريسيرج جروب اللي معي أعضاء في اللجنة الوطنية للنارون التكنولوجي ففيه بوتينشيل ما فيش جهاز أنا شفته بجامعة أركنسو أو في أمريكا مش موجود بالأردن صح هما كل واحد يمكن يكون في جامعة بس الكل متواجد حقيقة يعني جميل جدا لو نحكي عن براءة الاختراع نفسها حضرت هي ستوري هي القصة تبعاتها قد تكون طريفة بالعادة أي شخص بس يجرح سبعه أول شيء بيكون فيه بحطه في ثمامه صحيح احنا كنا ندور على دراج أدوية الأدوية هاي تكون مائلها مقاومة لأنه هاي الأدوية الموجودة حاليا لها كلها مقاومة اكتشفنا او مش اكتشفهي أردي موجود انه فيه في لعاب الإنسان هناك مضادات حيوية على شكل بيبتيدات اللي هي بروتينات صغيرة هاي ما إنها مقاومة يعني أي بكتيريا بتموتها فإحنا استخدمنا هاي واحد من هذولا واستخدمناه كمدر وطورنا منه دواء الدواء هاي قادر أن يكتر أي بكتيريا وأي فتاة يا سلام نعم يعني الاختراع كان كثير مهم إذا بتحكينا عن بيبتيدات نفسها دكتور إيش هي البيبتيدات هي أحماض أمينية متلاسقة مع بعض إذا كان حجم الأحماض الأمينية أقل من 20 تقريبا يسمى بيبتيد أكثر من 20 يسمى بروتينا اللي أنا قمت فيه واللي اعتبروا أركينسا يعني شيء مميز واللي الباتنت إنه أنا قدرت أحول حمض بيبتيد 22 حمض أميني حولته فقط لخمس أحماض أمينية هذا التحويل شو حول صار بإمكانك إنك تتبيعه كدواء وتنتجه بالبداية كان مكلف جدا كإنتاج حتى نعم جميل جدا هذا الإنتاج أو هذا الاكتشاف رح يتحول لأدوية دكتور صاح يعني كم نوع دواء وإشي الميكروبات اللي رح يعليك أحنا اللي اللي قمناه اللي عملناه هو لما انكتبت الباتنت انكتبت في 36 فعليا هم أكثر بكثير من هيك أحنا اللي عملناه بسموه نواة نعم بمعنى إنه هذا الشكل هات هو للبكتيريا والفطريات ممكن إنك تغير في شكله وصير دواء جديد فإنت ممكن تنتج 200-300 دواء الميكروبات ما لقينا ولا مايكروب لحد الآن مقاوم لهاي الأدوية لحد الآن وإحنا بقاعدين منجهز إيش منجهز حسب الطلق بمعنى إنه إذا أنا والله بدي أنظم نعم أقتل مثل بكتيريا معينة أنا قاعد باستخدم شكل معين نعم عم نشوف صورة دكتور أيها بالضبط هذا بالضبط الصورة هاي هي الشكل الثلاثي للدواء اللي هو الخمس أحماض أمينية في وضع الطبيعي جو المي الصورة الثانية اللي قابل هيك معاني شغل بك قابل هيك أتوقع دكتور بجوز أصعب أنه نرجع نرجع اللي لو الشكل القابلي هاي كانت شكل حلزوني نعم بمعنى إنه الدراج كان بيكون شكله طبيعي مجرد ما اقترب من خلية خلية هي سرطانية هي خلية بكتيرية هي خلية فطريات بتحول شكله إلى سكرو درايفر بيشبه إلى سكرو بتحول شكله زي البرغي نعم وبثقب الخلية وبموتها هذا الشكل نعم فطبع كيف شكله حلزوني بالزبط هذا بمجرد ما اقترب من الخلية اللي إحنا بنا نعملها تارجتين حلو وبقتلها وما في إلى ما في شيء لأنه هو بثقب الخلية نفسها فبتموت حلو الإنجاز هذا هاي ملغطان بس هاي الصورة النقطة واحدة مش نقطة حتى هي 5 مايكرو ليتر من الدواء هذا كل إشي حوالي الدائرة هي فطريات مقاومة للأمراض نامية فتلاحظ أنه فقط النقطة كل شيء ميت ولحواليها كل شيء عايش حلو جميل جدا دكتور أشي الأمراض أو يعني الحالات اللي ممكن هذا الاختراع يساعد فيش والله أنا قدام دعوتي رح أسافر السبوع الجاي على أمريكا لاسبب غير الأمراض فقط يعني استخدامات غريبة أنا فتحت عبرها واحد من الاستخدامات فيه شركة فود شركة أغذية أمريكية طلبت الدواء إذا تشتري هذا الباتنت حرفيا ليش لأنه هو 100% طبيعي باعتبار وهذول البيبتيدات إذا أنت بتبلاحهم بتكسروا بالمعدي فما لهم أثار جانبية جوه الفود جوه العلب وبالتالي بتزيد صلاحية الشلف لايف للعلب وهو 100% طبيعي ما له أثار جانبية حلو يعني مثل مواد حافظة ولكنها طبيعية بالضبط الشركة الثانية حكت معنا كمان بايو تيكنولوجي تعرف أنت عند الإناث بشكل عام أتليس 75% خلال فترة حياتهم بنصابوا بإلتهابات فطرية ففي شركة بايو تيكنولوجي أبدا أضيف هاي المواد جوه بكتيريا وتحطها بالحليب واليوغرت الرايب وبالتالي النساء بوكلينها فالبكتيريا تنتهي في الرحم وبسيط تفرز مواد المضادة للفطريات فما يمكن نصيب المرأة الفطرية التي هي فطرية يا سلام يا سلام يعني نحكي عن اكتشافات دكتور أو اختراعات رهيبة غير تقليدية على مستوى على مستوى العالم يعني بجوز أول مرة بحياتنا نسمع نحن نعرف شكل تقليدي للدواء مثل ما هو ونعرف في مواد كيموائية كتير تدخل في تصنيعه إذا منحكي شوي عن التصنيع وين وصلتوا في التصنيع حالياً حالياً الشغل البيوتكنولوجي كوصلت للمراحل النهائية صراحة أما الفود بريزيرفاتيبز لسه بالبداية لأنه تعرف هو ديل ولازم توقيع وأقود وأشياء كدرق كدوى هو الدوى موجود وتفاعل في أكثر من لكن كله ضمن نطاق المختبرات إنك تحول دواء مباشرة إلى كستمر بده تقريباً أربعة مليار وبده عشر سنين يعني إحنا وصلنا لمرحلة الفئران والغلايا الإنسان بس الآن بدك تعمل إشيء اسمه كيف شكله راح يكون هل هو كابسولي هل هو طبيكل بس طبيكل إحنا جربناه يعني سطح يعني الجلد مش داخل فم مش داخل الإنسان شغال مئة بالمئة نعم وإحنا من يجب أن نعمل ديزاين لأي إشيء إحنا بدنا يعني حلو يعني مثلا أنا بدي بكتيريا بس طاق فقط البكتيريا بدي لليست يعني للفطريات بس طاق الفطريات بدي للإنسان بس طاق الإنسان وهي فكرة البحث الثاني اللي أنا مع الدكات التاين اللي يرمونك الدكتور أسامة أبو الربو على الجبالي أنه استخدمنا هذول البرتايتز مشان تنقل دواء مباشرة إلى داخل خلية الإنسان ودومة أثر على الخلية تميل وتحط الدواء في مكانه المميز ومكانه المحدد وبالتالي ما إله آثار جانبية ومئة بين مئة فعال نعم جميل جدا دكتور ذكرت أنه موضوع الدواء نفسه بينما يصير منتج تجاري ويصير في الأقسم ونشوفه في الصيدليات محتاج لأربعة مليار تقريبا يا سلام وعشر سنين عشر سنين نعم جميل طب يعني وين وصلتوا دكتور يعني شو شو بتطمح نحن للأسف الوقت عم بداهمنا عم بكون أسرع منا ولكن وين وصلتوا حاليا ولين بتطمح توصل وين تن شاء الله الخط المتوقعة على توصل للإشيء بالذكية حاليا نحن نحاول نستخدم هذول الببتايدز في أكثر من طريقة التوصيل للأدوية إن شاء الله بعد الصفر بعد ما نوقع مع جامعة أركينسا ونوقع مع شركات الأدوية نحن طمعانين أنه نشتغل مع الببتايدز أنه نشتغل بالنانو تكنولوجيليو أساسا أنا عملت فيه سنتين شغل في التطوير أدوية أكثر من هيك فإحنا لحد الآن في عندنا مشروع مدعومة صندوق البحث العلمي نستخدم فيه نعنو تكنولوجي ونستخدم فيه هذه الببتايدز الجديدة وإن شاء الله بوعدكم خلال السنتين راح تشوفوا إشيء إن شاء الله جداً مميز إن شاء الله إن شاء الله بلعالمين دكتور يزان أشكر حضرتك وأشكر قدومك المميز والرائع وأشكر جهودك الرائعة في دعم البحث العلمي على مستوى العالم ما أبحث عن مستوى البلد نهائياً على مستوى العالم فعلاً الله يعطيك العافية وشكراً جداً إلكوا على اهتمامكم أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً شرفناك شكراً على المتابعة ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة لحتى تشوفوا كل جديد اشتركوا في القناة